اشتركوا في القناة اهلا بكم في نشرة اخبار الراي تصحبكم خلالها سمير عبدالله والبداية دوما بابرز العناوين انا توقعت ان الشيخ طلال يزهب على ما يقولون الكويتين في مثل واضح وصريح يزهب لدوى قبل الفلعة المعيوف عن طلال زهب لدوى قبل الفلعة تشكيل لجنة عليا على مستوى البلد لجنة قادرة على ان تتحرى وتتأكد من اصحاب هذه الشهادات مزور الشهادات ومطالبات بضرورة الملاحقات المتسبب حاليا في المرحلة حالية كتقرير مبدعي انه الشركة اللي قاعدة قوم في اعمال الصيانة للمناطق الزراعية اللي موجودة في داخل الكلية انهيار سقف التطبيقي لجنة تحقيق للبحث والتدقيق دورات التدريبية رح يكون مدتها شهرين واسبوع تضفي مزيد من المهارة والكفاءة للفنيين ذو الإعاقة يتحدون الواقع ويفرضون التغيير وفي النشرة نجم النساء يعانق السماء استغرب النائب عبدالله المعيوف استعانة الشيخ طلال الفهد بالاتحاد الدولي للالتفاف على القوانين الكويتية قائلا اذا كان طلال الفهد يريد ان يكون رئيسا لاتحاد كرة القدم فيجب عليه طلب ذلك من الاندية الكويتية وليس من الاتحاد الدولي ومن مجلس الامة قال المعيوف ان الفهد لجأ الى الاتحاد الدولي تحسبا لاصدار قانون الرياضة الجديد في الجريدة الرسمية وكأنه قام بخطوة استباقية او كما يقول المثل زهب لدوى قبل الفلعة انا توقعت ان الشيخ طلال يزهب على ما يقولون الكويتين في مثل واضح وصريح يزهب لدوى قبل الفلعة بالتالي قبل صدور الغرار ونشره في الجريدة الرسمية تحرك للاستعانة بالصديق وهو الاتحاد الدولي لكرة القدم ليصدر قرار بانه لا يعترف الا باتحاد كرة القدم الكويتي او برئيس الاتحاد سؤالنا اليوم احنا موقفين من سنة وشوية ومن هو رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم هو نفس الشخص اذا كنت انت معترف فيك رئيس الاتحاد عين ليش وقفت الاتحاد وفي شأن برلماني اخر اعلن النائب خليل ابل انه سيتقدم وننائب عود الارواعي باقتراح بتشكيل لجنة عليا لكشف الشهادات المزورة مشددا على ضرورة مواجهة اصحابها في المراكز القانونية بجهات العمل بقوانين تحارب انتشارهم فيما يخص الشهادات الوهمية وتوغل اصحابها في مؤسسات الدولة انا وزميلي في مجلس الامة النائب الفاضل دكتور عودة عودة الارواعي بصدد تقديم اقتراح خاص بهذا الشأن وهو تشكيل لجنة عليا على مستوى البلد لجنة قادرة على ان تتحرى وتتأكد من اصحاب هذه الشهادات واذا كانوا سافروا ما سافروا متى طلعوا خرجوا من البلد متى كانوا في البلد النظر في سجلاتهم الامنية او في المنافذ وغيرها نريد ان نتحقق من هذا الامر وقضية ان اصحاب هذه الشهادات قد كسبوا ما يسمى بالمراكز القانونية في جهة العمل يجب ان نقر قانون يضرب هذا الاساس معيدا ومقدرا ومشجعا قام رئيس مجلس الامة مرزق الغانم بزيارة الاطفائية المصاب الوكيل عريف فهد منصور الفريح للاطمئنان على حالته الصحية واعرب الغانم خلال الزيارة عن تقديره للجهد والعمل الوطني الشجاع الذي قام به الاطفائي والزملائه من اجل انقاذ الارواح وحماية الممتلكات سائلا المولى عز وجل ان يمنى عليه بالشفاء العاجل في اول ردود الافعال الحكومية على حادث انهيار سقف المواقف في كلية التربية الاساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اوضح وزير التربية وزير التعليم العالي بدر العيسى ان المؤشرات الاولية للحادث تؤكد انه وقع بسبب خطأ من شركة المقاولات مطمئنان بعدم وجود اصابات ولافتا الى انه سوف يشاكل لجنة تحقيق لبحث اسباب الحادث وذلك بعد ورود تقرير الجهات المختصة من جهته اصدر عميد كلية التربية الاساسية فهد لرويشد قرارا باغلاق جميع مواقف السيارات المخصصة لاعضاء هيئة التدريس في الكلية بفرعيها البنين والبنات اعتبارا من اليوم وفي تعقيب له على الحادث اعلن مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب احمد الاثري انه تم تشكيل لجنة هندسية متكاملة لدراسة انهيار مواقف التربية الاساسية وقال الاثري للراي الالكترونية ان تقرير المبدأي افاد بان المتسبب في الانهيار هي الشركة التي تقوم باعمال الصيانة للمناطق الزراعية الموجودة في الكلية من خلال استخدامهم لمعدات وآلات ثقيلة لم يكن من المفترض وجودها في هذا المكان الانهيار اللي حصل اليوم حصل على جزء بسيط من الموقف السيارات اللي يعتبر الباركينج بالبيسمينت أو السرداب جراء قيام احدى الشركات المقاولات بعمل بعض عمال الصيانة للتربة الزراعية واستخدامهم ببعض المعدات الثقيلة اللي عملت بعض الاهتزازات على الارضية وادت لها هذا الانهيار طبعا مباشرة احنا مباشرة بعد ما بلغونا عن الانهيار طبعا شكلنا وفد من ادارة الشيون الهندسية والمقاول اللي بنى المبنى بالاضافة لاستشاري المسؤول عن المشروع وادارة الخدمات كتقرير مبدئي منهم افادت تقريرهم ان المتسبب حاليا في المرحلة حالية كتقرير مبدئي انه الشركة اللي قاعدة تقوم في اعمال الصيانة للمناطق الزراعية اللي موجودة في داخل الكلية من واقع استخدامهم لمعدات وعاليات ثقيلة جدا ما كان مفروض ان تكون متواجدة في هذا المكان وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد اكد ان اي بلغات تحمل في طياتها تهديدا لامن وسلامة المواطنين والمقيمين هي محل اهتمام من قبل القيادة العليا للمؤسسة الامنية وشدد الفهد على ان الاجهزة الامنية تعكف على ملاحقة المسؤولين عن البلغات الكاذبة وضبطهم واتخاذ الاجراءات القانونية المشددة ضدهم بتهم الاخلال بالامن العام وازعاج السلطات ببلغة غير حقيقية المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي اعلن ان الرئيس اليمني عبدربو منصور هادي بحث مع المبعوث الاممي اسماعيل ولد الشيخ احمد في الرياض امس ولا استئناف مشاورات السلام اليمنية وشدد هادي على ان موقف الشرعية ثابت من المرجعيات وان وفدها لن يذهب الى الكويت لمجرد الذهاب وقال بادي ان شرط الوفد الحكومي للعودة مجددا الى مشاورات الكويت هو تحديد سقف زمني لها لتجنب سلبيات الجولات السابقة ضبط رجال الادارة العامة لمكافحة المخدرات احد تجار المخدرات وبحوزة خمسة كيلو جرامات من الهيروين وربع كيلو من مادة الشبو في منزله بالفححيل واعترف المتهم بحيازتها بقصد الاتجار وقدرت قيمة المضبوطات بحوالي ثلاثمائة وخمسين الف دينار وتم تحريرها وإحالة المتهم الى جهة الاختصاص اكدت مصادر مقربة من الرادود باسم الكربلاء مغادرته البلاد الى سلطنة عمان حيث مقر اقامته هناك وقالت المصادر ان مغادرة الكربلاء جاءت بعض التحفظات من قبل الجهات الامنية على صعوده للمنبر وبينات ان الكربلاء غادر بمحض ارادته دون ان يتم ابعاده بحسب ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي اعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة اتخاذها الاجراءات القانونية المناسبة بحق شركة اضرب عمالها العاملون في مطار الكويت الدولي بدعوى عدم استلام رواتبهم منذ مدة قال المدير العام للهيئة بالوكالة احمد الموسى ان الهيئة استدعت صاحب شركة النظافة التي نفذ عمالها اضرابا في مطار الكويت الدولي لفتا الى ان اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الشركة اذا لم تلتزم بكل مستحقات العمال السفير العراقي لدى الكويت محمد بحر العلوم اكد على ضرورة الدعم الدولي للعراق في مواجهة للارهاب اشدد على هامش استقبال السفارة العراقية المعزينة بضحاء تفجير الكرادة على ان العراق يعاني من ازمة النازحين والهاربين من التنظيمات الارهابية مشيرا الى ضرورة توحيد الجهود لمحاربة الارهاب ومعالجة الازمات الانسانية لا شك ان ما حصل عليه العراق من دعم دولي وتشجيع ووقوف ومساندة في هذا الحادث نجعلنا حقيقة ان نقف على رجلنا شاكرين ونقدم الشكر الجزيرة لهذا الدعم الدولي العراق بدون هذا الدعم الدولي لا يمكن ان يواجه الارهاب لوحده مقاومة الارهاب وحرب الارهاب يتحملها ابناء الشعب العراقي لكن لا نستغني عن الدعم العسكري العالمي عن الدعم الاعلامي الدعم الدولي الدعم الانساني اليوم نحن نواجه ازمة كبيرة في العراق هي ازمة النازحين ادارة التأهيل المهني اطلقت دورة تدريبية تفوق مدتها الشهرين بهدف تدريب الكوادر الفنية والتي ستشرف على اعطاء ذوي الاحتياجات الخاصة دورات متخصصة خلال سبتمبر حيث تحتوي الدورات تدريبا على صناعة السجاد وتمسيق الزهور والخط العربي والرسم على الزجاج وغيرها للسقل مهاراتهم والاستفادة من اعمالهم في الانتاج والسنمية الدورات التدريبية سيكون مدتها شهرين واسبوع ستبدأ من تاريخ اليوم اليوم 12 سبعة وتنتهي بتاريخ 13 تسعة الدورات كل الناس اللي رح يتم تقديم الدورات هذه ناس متدربين ذوي خبرة في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وأيضا من جانب الخبرة العلمية عندينا 32 ورشة الورشة هذه تختلف من ورش نجارة وحدادة وإلى آخره حاولنا أننا ندمجهم بالدورات التدريبية الصيفية بحيث أننا نطور العمل فيها اليوم افتتاح الدورات التدريبية لمدة شهر كامل أو أكثر من شهر هي عبارة عن تنسيق الزهور الرسم على الزجاج وأيضا الخياطة والتطريز مجموعة من الدورات وأيضا الخط العربي مجموعة من الدورات التي تظفي مزيد من المهارة والكفاءة للفنيين الذين سوف يقومون بعملية التدريب لأبنائنا وبناتنا منذ الاحتياجات الخاصة في بداية شهر 9 إن شاء الله عندما يلتحقون لهذه المؤسسة توقع خبير التنبؤات الجوية بمكتب المدير العام في الإدارة العامة للطيران المدني عيسى رمضان أن يمتد المنخفض الموسمي الهندي شمال غرب الجزيرة العربية مشيرا إلى أن الكويت ستتأثر بموجة حر تزيد فيها درجات الحرارة عن هذه الأيام بالرغم من الحرارة المرتفعة بمعدل 2 إلى 5 درجات مما يجعلها تتعدى حاجز 50 درجة في بعض المناطق الشمالية الغربية ومدينة الجهراء وبعض الضواحي كما ترافقها حالة جفاف شديدة ومن المتوقع أن تبدأ هذه الموجة نهار الجمعة وتستمر ليوم الاثنين المقبل على مرمى حجر من مباشرة وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا مي مهامها على رأس الحكومة البريطانية تكون مي قد انضمت إلى قائمة النساء اللواتي يسيطرن على مراكز اتخاذ القرار في الغرب نتابع المزيد حول القبضة النسائية التي باتت تحكم أقوى دول العالم في سياق التقرير التالي ساعات قلائل تفصل وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا مي عن تولي منصب رئاسة الوزراء خلفا لديفيد كاميرون الذي استقال على خلفية الطلاق البريطاني الأوروبي لتكون بذلك المرأة الثانية التي تتولى هذا المنصب بعد المرأة الحديدية مارغريت تاتشر تعد مي واحدة من أكثر الوزراء البريطانيين الذين تقلدوا منصب وزارة الداخلية في تاريخ بريطانيا حيث شغلته لست سنوات وقد لمع نجمها في السياسة البريطانية لأول مرة عام 2013 حينما نجحت فيما فشل فيه كثير من الوزراء قبلها بترحيل الإسلامي المتشدد أبو قتاد الفلسطيني وإبعاده إلى الأردن ينظر إلى مي على أنها شخصية قوية في السياسة البريطانية حيث يلقبها الكثيرون بمارغريت تاتشر الجديدة وتعرف مي عن نفسها بالقول لست من فئة السياسيين الذين يستعرضون لا أجول على شبكات التلفزة ولا أحب الثرثرة خلال الغداء ولا أحتسي كحولا في حانات البرلمان ولا أوزع عواطف مجانية أقوم بعملي لا أكثر ولا أقل وبعد أن تباشر مي مهمها ستكون بذلك قد انضمت إلى عدد من النساء البارزات التي يلعبن دورا مهما في قيادة أوروبا أبرزهن المستشارة الألمانية أنجلا ماريكل ورئيسة وزراء اسكتلندا دنيكولاس تورجين ورئيسة وزراء النرويج إيرنا سولبرغ ورئيسة وزراء الدنمارك هالي ثورنينغ شميت وفي حال فوز هاليري كلينتون بالرئاسة في الولايات المتحدة فإن دائرة سيطرة النساء على مواقع صناعة واتخاذ القرار في الدول الغربية ستتسع رقعتها على هذه العدوى تنتقل يوما ما إلى بلادنا العربية الاستثمارات الكويتية في أمان تابعونا في الصلحة الاقتصادية بعد هذا الفاصل من جديد أهلا بكم بالأخبار الاقتصادية وكيل وزارة المالية خليفة حمادة أكد أن استثمارات الهيئة العامة للاستثمار في بريطانيا لن تتأثر من انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل كبير من جهة أخرى قال حمادة أن تمويل عجز الميزانية في السنة المالية 2016-2017 سيتم من خلال اقتراض مليار دينار محليا وثلاثة مليارات دينار بالدولار بسندات من الأسواق العالمية تصريح حمادة جاء على هامش توقيع الوزارة عقد نظم المعلومات الجغرافية مع تحالف شركات محلي وعالمي لتنفيذ نظم المعلومات الجغرافية بقيمة 6 ملايين و800 ألف دينار يأتي هذا المشروع ضمن خطة التنمية للدولة بما يهدف إليه من تطوير نظام شامل لنظم المعلومات الجغرافية المؤسسية لتحديد وإدارة ومراقبة أملاك الدولة لدولة الكويت ورف كفاءة الأعمال بإدارة نزع الملكية للمنفع العامة وإدارات قطاع أملاك الدولة في وزارة المالية وأيضا بما يشملهم من بناء كوادر وطنية متخصصة في مجال نظم المعلومات الجغرافية بالوزارة نتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان على هذه الثقة التي أوليتمون إياها سائلين الله سبحانه وتعالى أن يكلل هذا المشروع بالنجاح والتوفيق والسؤدد وأن يكون مثالا يحتذا به به هذه الدولة العظيمة التي تخطو بخطة ثابتة وحثيثة لتطوير تكنولوجيا المعلومات مدية إلى رفعة مستوى الخدمات لمواطنيها والمقيمين فيها أكد محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل أن القطاع المصرفي حافظ على قوته ومتانته خلال العام الماضي حيث وصل تحقيق معدلات أداء إيجابية في مختلف المجالات قال في تصريح أدل به على هامش إصدار البنك تقرير الاستقرار المالي لعام 2015 إن إجمالية قيمة أصول القطاع المصرفي بلغت 68 مليار و100 مليون دينار في نهاية ديسمبر الماضي وسجلت ميزانية القطاع نموا بنسبة 2.6% بـ 44 سنة انخفض سعر برميل النفط الكويتي في تداولات أمس الأثنين ليسجل 40 دولار و45 سنة وارتفعت أسعار النفط الخام في تداولات متقلبة في الولايات المتحدة وذلك بعد تراجع لأدنى مستوى في شهرين وسط مؤشرات على التعافي المستمر في نشاط الحفر فيها أغلقت أسوق الكويت للأوراق المالية تداولاتها على ارتفاع مؤشرها السعري بواقع 12 نقطة و20 النقطة في حين انخفض الوزني بنقطة ونحو نصف النقطة أما مؤشر كويت 15 فقد اختتم تعملاته متراجعا بـ 3 نقاط و10 نقطة وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق نحو 9 ملايين و 950 ألف دينار وبلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 64 مليون و 900 ألف سهم الصفقة الثانية للعرباوية التفاصيل في الصفحة الرياضية بعد هذا فاصل عدنا معكم جليد مع الأخبار الرياضية بدءا من الأحد المقبل يفتح 12 مركزا مسائيا مدرسيا أبوابه للطلبة الراغبين في خوض دورات وأنشطة رياضية واجتماعية وثقافية موزعة على جميع مناطق ومدارس المحافظات الستة ويشوف على المراكز المسائية معلمين متمرسين في الأنشطة المختلفة تقرير الأحمد العنزي يستعرض الهدف من افتتاح المراكز المدرسية المسائية إحياءا للدور البارز الذي لعبته في السابق وما حظيت به من أقبال كبير من الشباب والفتيات على مختلف الأنشطة تطلق وزارة التربية ممثلة بإدارة التنمية التربوية والأنشطة الأندية المسائية المدرسية من جديد عندنا عدد كبير من المعلمين اللي أهم سجلوا برغباتهم للانضمام لهذه الأندية وليستقطاب أبنان الطلبة خلال العطلة الصيفية على أساس أن لا نخليهم يلجؤون إلى الأندية هذه لتأهيل مواهبهم وتطويرها بشكل المطلوب وأيضا استغلال أوقات فراغ شبابنا خلال هذه العطلة الصيفية الأندية المدرسية المسائية لها دور كبير في سقل مواهب الطلبة وتنمية مهاراتهم العقلية والوجدانية والرياضية إلى جانب شغل أوقات فراغهم خلال العطلة الصيفية وهناك وقت فراغ شبير بالنسبة لأبناء الطلبة وحطينا ووضعنا فلسفة جديدة بالنسبة للانضمام المسائية من خلال تعدد الأنشطة اللي راح نطرحها على أبنان الطلبة سواء كانت تلك الأنشطة رياضية أو ثقافية أو اجتماعية أو ترويحية أيضا إلى الجوانب العلمية اللي قاعدين احنا نستغطب العديد من أبنان الطلبة وتأهيلهم بالشكل الصحيح والمطلوب حتى يعني الاستخراج منه بالشكل اللي تتمنى دولتنا الحبيبة عدة أنشطة وفعاليات متنوعة يحتضنها 12 مركزا مسائيا بالإضافة إلى مركزين للتعليم الخاص وذوي الاحتياجات الخاصة يشرف عليهم مدربين ومعلمين على مستوى عال من الكفاءة مركز الروبوت هالسنة أول سنة نطرحها خلال فترة العطلة الصيفية أن نفتتح مركز الروبوت وذلك للاقبال كبير من أبنان الطلبة على هذا النشاط وخاصة أن النشاط بدأ ينتشر في مدارس وزارة التربية خاصة في مجال الروبوت واللي قاعدين يطورون في أبنان الطلبة شيء فشيء بهذه الجانب العلمي اللي قاعدين يطورون في أبنان الطلبة المركز المسائي له حرية اختيار للعب التي تستقطق العدد الأكبر من الطلبة والفتيات وسيتم تنظيم مسابقات وبطولات بين كافة المراكز المسائية أحمد العنزي الرأي بعد أن أنهى صفقة المحترف التونسي أمين الشرميطي تعاقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي مع الإفواري غول رموى ووقع اللاعب على العقد بحضور أمين سر النادي عبد الرزاق المضف وعضو مجلس الإدارة عبد الرزاق معرفي ورئيس جهاز الكرة سام الحشاش وخاض رموى عدة تجارب مع أندية فرنسية وألمانية وقبرسية ونجح في تقديم مستوى متميز معها ويشغل اللاعب المحترف مركز وسط الارتكاز قبل ختام نشرتنا لهذا اليوم نذكركم بإمكانية المشاركة معنا عبر إرسال فيديوهات أو صور لأيات تجاوزات ترصدها كاميرات هواتفكم المحمولة من خلال رقم الواتس أب الظاهر على الشاشة كما يمكنكم متابعتنا عبر موقع توتر ومشاهدة جميع نشاراتنا وبرامجنا عبر غناتنا على يوتيوب في أمان الله